بعد انتشار القطاعات الأمنية على الشريط الحدودي وتعزيز أمنه قامت اليوم بتأمين الطريق الدولي الواصل باتجاه منفذ الوليد الحدودي المحاذي للأراضي السورية ونشر نقاط ثابتة ودوريات متحركة على مدى 150 كم تمهيدا لإعادة العمل في المنفذ العراقي السوري بعد تأهيله من قبل الدوائر المختصة ليتسنى افتتاحه أمام المواطنين والبضائع حاليا نحن مسكننا هذا القاطع من المثلث العراقي السوري الأردني واتجاه كاشات مؤمن طريق الرمادي إلى الأردن 100% قاطعات ماسكتة العجلات المدينية تسير بشكل جيد كذلك عجلات نقل البضائع تسير بشكل جيد منفذ الوليد إلى مفرق طريبي الوليد ممسوك كامل مؤمن وجاهز إن شاء الله عند فتح منفذ الوليد تعبر البضاء إلى الحدود السورية أو إلى منطقة سوريا ورغم الإجراءات والتحصينات الأمنية لتامين صحراء الأنبار إلا أنها لن تخلو من تواجد مسلح داعش بمنطقة سد وادي حوران لحسب القيادات الأمنية التي أكدت إنهاء عمليات التسلل للمسلحين لاستهداف القوافلة المرة باتجاه المنافذ الحدودية واتخاذها إجراءات احترازية لكشف تحركات الجماعات المسلحة هناك معلومات تشتير إلى تواجد بعض أصابات داعش الإرهابية في سد وادي حوران والمناطق البعيدة عن قاطع المسؤولية الحمد لله تم الحد من عمليات تسلل التهريب وعبور المتسللين والإرهابيين ضمن قاطع المسؤولية عن طريق دوريات الكمائن المستمرة وعن طريق أجهزة المراقبة الحديثة ولم تكن قوات الحجد الشعبي بعيدة عن مشاركتها لقوات حرس الحدود بحفظ صحراء الأنبار حيث تواجدت مختلف السرايا والقطاعات هناك واتخذت مواقع قريبة من قضاء القائم للمشاركة بعمليات تحريرها من داعش ننتشر حاليا إلى القائم، القائم محاصرة من كل الجوانب وننتظر أوامر وتوجيهات رئيس الوزراء وقادة الحجد الشعبي باقتحام القائم نحن حاليا متشرين على شريط الحدود العراق السوري وننتظر أوامر سيد رئيس الوزراء ننتظر منه أوامر حتى ندخل منطقة القائم إن شاء الله جهود عالية بهمة هذه الأبطال من الطريق الدولي باتجاه الحدود السورية الأردنية عمر العبيدي الحرة ترجمة نانسي قنقر